فإذا وزارة التربية والتعليم دلوقتي لما بتعمل مجموعات الدعم هي بتعملها يعني وفقاً لتفضلات الطلاب المفروض أن احنا هنجيب المعلمين اللي الطلاب بيفضلوهم وبيحبزوهم يعني وهم دول اللي هيدرسوا في مجموعات الدعم دي مش مدرس الفصل اللي هو قريدي أساساً بيدرس للطالب في المدرسة فهنا عملية انتقاء المعلمين هتبقى المفروض أن هي نابعة من الطلاب علشان الطالب يختار المعلم اللي هو كان بيروح له الدروس الخصوصية هيختاره وهنجيبه له احنا في المدرسة فدي نقطة مهمة ويعني نقطة جوهرية الحقيقة يعني المزارة هتجيب المدرسة مثلاً إيه وحش الفيزياء الأستاذ فلاني الفلاني هيجيبه يدي الدرس في المدرسة؟ بالضبط ولا هنجيبه حد من مدرسين المدرسة لا يبقى احنا ما عملناش حاجة هي الفكرة في الطالب بيفضل هذا المعلم ولو حضرتك ما جبتش هذا المعلم وجبت معلم غيره في المدرسة هو مش هيحضر في المدرسة بس أنت مش هتكبره وهيروح برضو للمعلم اللي هو بيفضله فيبقى الأفضل إن احنا بنجيب له المعلم اللي هو بيفضله بس هنا في فرق بقى يعني الطالب لما بيروح للمعلم في الدرسة الخصصية في الوضع الحالي المحتوى اللي بيدرسه الطالب يمكن على الهامش كده بياخد حاجات غير مقبولة ومرفوضة من قبل المجتمع يعني بتدس من قبل البعض يعني طبعاً مش بنعمم يعني الدرسة الخصصية بتحل لنا الحياة مشكلة كبيرة